اشتركوا في القناة لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات للضباط مباحث المصنفات تفيد حيازة الصيدالي أحمد أبو النص لأدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية وذلك بقصد تحقيق أرباح مادية وعب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط الصيدالي والتحفز على كمية المضبطات أدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد تم إحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق حيث ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على الصيدالي وفي شهر نوفمبر من العام الماضي شهد تداول شائعة تفيد بالقبض على أحمد أبو النصر إلى أنه خرج بتوضيح عبر صفحته الرسمية أعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم أعزاء المتابعين دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته